أقول شيء يعني لأهلنا وحبايبنا وأخواننا في العراق ما تتصوروا سعادتنا بتنظيم البطولة ما تتصوروا سعادتنا بأننا نزور العراق عشان مسابقة رياضية الحالة اللي قاعدين يعيشون لنا أهلنا في العراق وفي البصرة تحديداً حالة مبهجة واصلتنا هنا نحن في الرياضي واصلتنا البهجة اللي عندهم زملاءنا الموجودين الإعلامين هناك يحكم معانا عن جمال الاستضافة عن الحفاوة عن الكرم الذي لا يستغرب من أهله يعني اليوم نحن مو قاعدين متفاجئين بكرم أهلنا وحبايبنا في العراق إذا في نقص من هنا أو خطأ من هنا هذا يحدث في كل مكان وفي كل بطولة منظمة وفي كل تجمع لا ننسى أن أخواننا وحبايبنا في العراق من عام 79 هذه أول بطولة ينظمونها ويستضيفونها فعمر كبير وبالتالي أنا متأكد أن الناس لازم تركز على الإيجابيات وإذا في أخطاء نأخذها ونستفيد منها ونتعلم في كل مكان تحدث أخطاء وتقصير ولكن نحن كسعوديين حالة من البهجة واصلتنا هنا بالرياض نفرح بكرة القدم وبجماهير كرة القدم في العراق اللي مبسوطين فرحانين بالصور والتغطيات اللي قاعدة تجينا من زملائنا الإعلاميين عن حالة الشغف بكرة القدم وكأس الخليج أنت لما تجي تذكر كأس الخليج وتاريخ كأس الخليج تذكر رعد حمودي تذكر أحمد راضي تذكر عدنان درجال تذكر كل اللعيب التاريخيين في كرة القدم العراقية اللي كانوا في يوم من الأيام سابقين المنطقة كرة القدم العراقية في يوم من الأيام كانت سابقة المنطقة وستعود لموقعها وألف ألف مبروك عليكم التنظيم والنجاح حتى هاللحظة وتكمل بأمر الله وتنجح البطولة زي ما أنتم تحبوا وزي ما إحنا نتمنى نتمنى التوفيق إن شاء الله بكرة منتخبنا وبإذن الله النجاح حليف أخواننا في العراقين تنظيما لهذه البطولة